الجميع يعلم أننا نحن في الدول الإيراني نحن فيه بكلمة مصورة وعبارات لاذعة يغلق الفريق عبد فتاح البرهان الباب أمام بادرة تنسيقية تقدم متمسكا بالحل العسكري في مواجهة قوات الدعم السريع فهل لا يزال في جوبة القوى المدنية ما يؤهلها للعب دور الوسيط من أجل إنهاء الحرب أنا مكهلال أهلا بكم إلى حلقة جديدة من معاوضد وقع رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم عبدالله حمدوك وقائد الدعم السريع محمد حمدان ديجلو إعلان أدس أبابا قبل أيام قليلة بهدف تهيئة المجاري للتفاوض وإناء الحرب في السودان وقبلت دعوة حمدوك لقيادة الجيش السوداني للقاء بخطاب شديد اللهجة للبرهان أكد فيه استمرار الجيش في مواجهة الدعم السريع ووجه فيه اتهامات عدة للسياسيين الذين وقعوا الإعلان فلماذا رفض البرهان مبادرة تنسيقية تقدم؟ وهل يعول الجيش على تسليح المقاومة الشعبية لترجيح كفته؟ وهل لا زال أمام القوى المدنية ما تقدمه لإنهاء ذلك الصراع المسلح؟ نرحب بدءا بضيفينا معنا من لندن في هذا النقاش الأستاذ عمار حمود نعرف بضيفنا في أسطر قليلة كالعادة هو قيادي في التجمع الاتحادي كذلك ناطق رسمي باسم قوى الحرية والتغيير وكذلك المجلس المركزي في الخارج وهو عدا عن ذلك عضو سابق في تنسيقية قوى الحرية والتغيير أهلا وسهلا بك أستاذ حمود إلى مع وضد من الدوحة يرافقنا في الجهة المقابلة الأستاذ دياد دين بيلال نعرف به كذلك في أسطر موجزة هو رئيس تحرير صحيفة السوداني سابقا وكذلك كاتب صحفي ومحلل سياسي نرحب بضيفنا أهلا وسهلا بك أيضا أستاذ بيلال إلى مع وضد الجميع يعلم أن أتحضر دور الإيراني المسلمين قبل أن نستهل النقاش مع ضيفين نتوقف مع تقرير عن رد فعل رئيس مجلس السيادة عبد فتاح البرهان على مبادرة تقدم وإعلان الدس أبابا بين البندقية والحوار حالة من الترقب عامة الساحة السودانية طيلة الأسبوع الماضي منذ الإعلان عن اتفاق أديس أبابا والذي وقع عليه كل من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان داجلو ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك والذي يمهد طريق لوقف غير مشروط لإطلاق النار وبدء مفاوضات شاملة إلا أن خطاب قائد جيش عبدالفتاح البرهان الأخير جاء واضحا موقف البرهان يطرح تساؤلات حول مصير مبادرة تقدم بعد الاتهامات التي وجهها للسياسيين المنخرطين في الاتفاق ودعواته لما أسماه بالمقاومة الشعبية إلى التسلح والانضمام لقوة جيش يبقى هذا الاتفاق هو عبارة عن خارطة طريق عبارة عن مبادئ عبارة عن حسن نوايا معلقة لا تأخذ فعليتها ما لم يجلس الطرفان المتحاربان في الحرب على طاولة التفاوض ويتفقان على الأقل على وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والقضايا الأمنية قبل الدخول في تفاصيل أخرى يأتي هذا في وقت تستمر فيه الحرب الطحنة في السودان والتي جرت للبلاد نحو منزلق إنساني أودى بحياة 12 ألف شخص على الأقل وهجر نحو 7 مليون سؤالي الأول أبدأه معك أستاذ عمار حمودة بوصفك قياديا في تجمع الاتحادية أحد المكونات الرئيسية في تنسيقية التقدم كيف استقبلت خطاب البرهان الأخير والذي ظهر جزء منه في التقرير الذي أعضعناه منذ قليل مرحب بك أستاذ مكي وبي ضيوفك وبي مشاهديك نترحم على شهدائنا وحديث سيد برهان نقطف منه خير ما قاله قال أنهم مستعدون للجلوس في بور سودان وتنسيقية التقدم تبدي رغبتها في أن تجلس في أي مكان إذن فلتحدد الأزمنا حتى نبني على ما هو إيجابي هناك الكثير من اللغط حول الخطاب وما حوى وإشاراته هو خطاب وسط جنود وخطاب حمل الكثير جدا من الانفعالات ما يهمنا هو الآن هو أن نتسامى وأن نركز فيما هو أهم بمعنى أننا يجب أن نذهب إلى إنهاء الحرب إلى الحلول السلمية وليس الدعوة إلى استمرار الحرب وما نسمعه طيلة التزعة شهور الماضية من ما يعرف بالحل العسكري إذا جاء هذا التعبير ولذلك أهم ما في هذا الحديث هو نيته أن يسمع لأن قيمة مبادرة تقدم أو أي مبادرة يصنعها مدنيون هي في أن تجمع أو تسمع الطرفي القتال فالقتال لا يقف برغبة طرف واحد يقف برغبتهما معاً وبترجيح المصلحة لهما معاً وهذا ما نرجوه وما نعمل له وما نأمل أن يثمر ولو كان بعد عنت وبعد كثير من العبارات غير اللايقة جيد أذهب إلى الدوحة لأن أستاذ ضيادين بلال كان من المتوقع أن يلتقي الفريق البرهان بحمد في جبهة الأسبوع الماضي قبل أن يعلن غياب قائد الدعم السريع عن اللقاء وتأجيله برأيك ما الذي تغير في الأيام الماضية وغير موقف البرهان من مبدأ التفاوض بعد التحية لا أعتقد أن هناك تغييراً كبيراً فيما يتعلق بالمبدأ التفاوض هناك إغرار لمبدأ التفاوض عبرت عنه السلطة القائمة في السودان من خلال الاشتراك في المفاوضات التي كانت تجري في جدة وهناك الإعلان واتفاق تم ولكن لم يتم الاجتزام به من قبل الدعم السريع متعلق بإخلاء منازل المواطنين والأعيان المدنية وغير ذلك فبالتهلي كما جاء هذا الاتفاق أو الإعلان الذي تم في أدسة بابا ليعاقد الأوضاع وأعتقد أن القوى المدنية التي تحاول أن تصف نفسها بمصر الحياة هي لا تملك أخلاقية هذا الوصف فهي منحازة إلى الدعم السريع وليس ذلك اتهاماً مطلقاً معلقاً في الهواء هو اتهام يحمل حيثيات عديدة منها أن القوى الحرية والتغيير أو ما تم تغييره إلى تقدم تتفق مع الدعم السريع فيما يتعلق بتوصيف طبيعة الصراع باحتبار أن هذا الصراع مشعل من قبل قوى سياسية أخرى وهي القوى الإسلامية ولا أعتقد أن هذا الوصف وصف صحيحاً قد تكون القوى الإسلامية قد شاركت في هذا الصراع باحتبارها جزء من القوى التي تم استنفارها بشكل عام لمواجهة هذا الخطر وهذا الخطر لا يتعلق فقط بالنظام ولا يتعلق بغيادة الجيش هذا خطر يتعلق بكيانة الدولة السودانية حيث يتداعى آلاف المقاتلين من خارج السودان ومن خارج الحدود ليشاركوا في هذه العملية وحيث تأتي كثير من الأموال والمعونات العسكرية الواضحة التي تم الفتحها عبر وسائل إعلام مستقلة إذا كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا من قبل أطراف محددة فكل هذه المعطيات توضح أن طبيعة هذا الصراع بأن هناك الطرف ميليشيوي له نزوع وله رغبات سلطوية يريد أن يغير من طبيعة التكوين ليس التكوين السياسي بالسودان حتى التكوين الاجتماعي حيث نلاحظ بأن العمليات التي تقوم بها ميليشي الدعم السريع قائمة على استئصال مكونات اجتماعية موجودة بتهجيرها وترعيبها وترعيبها ودفعها نحو النزوح وهذه المعطيات السكانية تلتجي إلى الأماكن التي فيها الجيش أو أن تخرج خارج السودان فهي محاولة استئصالية استيطانية هذا هو طبيعة الصراع أما أي محاولة لتبسيطه أو محاولة إظهاره بأنه صراع محد على السلطة أو صراع بين الجنرالين لا أعتقد أن ذلك وصفا دقيقا بل هو وصف تحايلي من قبل بعض الأطراف ونحاول أن نجي زمام كده حفاظ على نسخ البرنامج على كل هي القوية الإسلامية سارعت برفض إعلان أدس أبابا والإديولوجيا تدخل مرة أخرى الصراع في شكل أو اتخذ شكلا إديولوجيا أيضا مرة أخرى على كل أستاذ حمودة إليك مرة ثانية شمل إعلان أدس أبابا بنودا حول أليات للتعويض والتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الصراع المسلح هل كان غياب الضمانات أحد جوانب القصور في الإعلان برأيك وهل يمكن أن يكون الدعم السريع القاضي الذي يفصل في التعامات موجهة له أصلا طيب بداية قول حرية والتغيير تعرف كيف تعبر عن نفسها وقول حرية والتغيير لطالما كانت هي الهدف لأنصار النظام المباد منذ لحظة الثورة وحتى نجاحها وحتى الانقلاب وحتى في هذه الحرب بل هذه الحرب اهتبلت فرصة للنيل من قول الحرية والتغيير ولكن الزمن كفيل بإظهار صحة موقف الحرية والتغيير وأخلاقيتها في عدم تبنيها لهذه الحرب بأي حال من الأحوال أو إعطاها مشروعية وسيذهب كل ما قيل عن أنها الآن ظهير لأحد الطرفين سيعلم الكثير من الناس أن هذه الفرية إنما سوغت مع الرصاصة الأولى كي تتمازج وتسري ولكنها كذبة لا تقوم على سقين هذا واحد مسألة التعويضات أو الضرر الشخصي بيوت المواطنين أملاك المواطنين هذه من الحقوق التي يجب أن تكون في أعلى أي مفاوضات أو أي مباحثات قادمة هذه من المسائل الأساسية وهذه من البديهيات فحالما تسكت البنادق كل شخص يرجع إلى مكانه ويجب أن ينال حقوقه وإن كان هناك نظاما عدليا يعقب هذه الحرب فيجب أن يأخذ أولا بحقوق هؤلاء الضعفاء الذين تم الاستهلاع على بيوتهم عرباتهم ذهبهم مقدراتهم كل شيء هذه مسألة حتى لا يملك لا السياسيين ولا غير السياسيين الحديث عنها والتنازل عنها من تلقاء أنفسهم لا يمكن أن يكون ذلك فهذه من الأمور المتعلقة بالحقوق والعدالة خاصة في جانبها الفردي ولذلك لا يملك أحد التنازل عن مثل هذه الأمور إعلان المبادئ حتى الآن هو مجرد إعلان مبادئ وليس فيه غير أن يجمع بالطرف الآخر ثم بعد ذلك يطور إلى آليات حقيقية تؤتي ثمارها جيد أود إليك أستاذ ذيادين بلالة تطورات الميدانية الأخيرة لسيما بعد سقوط ود مدني في يد الدعم السري أضعفت موقع الجيش الذي باتت خطوط الإمداد له بين الشمال والشرق مهددة على ما يبدو هل يراهن الجيش على تسليح المقاومة الشعبية وخصوصا في الولايات الشمالية ألا يشكل ذلك خطرا مستقبليا على استقرار البلاد ويمكن أن يكون ذلك شرارة حرب أهلية يقول المتابعون نعم من المهم قبل الإجابة على هذا السؤال التعليق على ما ورد من قبل المتحدث وواضح جدا أن هذا ليس إعلام مبادي عامة هذا إعلام تفصيلي له محددات وله آليات وله لجان تنفيذ وحتى له شراكة وتكوين عمل مشترك ما بين الدعم الميليشي والدعم السريع وهذه القوة فإذا كان إعلام مبادي كان يمكن أن يكون فيما هو عام ولكن طالما أن هناك تفاصيل وطالما أن هناك تحديدات وكان طالما أن هناك توصيف للصراع وطالما أن هناك لجان مشتركة ستعمل ومساعي من قبل الميليشيا وقوة تقدم بأن تكون لهم إدارة مدنية وتجد تشكيل هذه الإدارة المدنية هذه إجراءات تفصيلية كان يجب أن ترجع وكان يجب أن تحال إلى اتفاق ما بين الطرفين المتنازعين ولكن أعتقد أن هناك قصور سياسي في فهم طبيعة الصراع وفي التعبير عنه من قبل هذه القوة هذه القوة للأسف الشديد زادها من المعرفة السياسية يقاد يقوم ضئيل وأكبر دليل على ذلك إدارتها للفترة الانتقالية كانت إدارة بائسة ووصفها المدنية أو الرد على هذه الضغطة ووضحها لا أجبت على سؤال لها تسببت تسببت نعم السؤال ليست ليست هناك تغييرا كبيرا في معادلات القوة الميدانية صحيح الجيش فقد كثير من المناطق ولكن لا يزال يحتفظ بأماكنه الاستراتيجية لا يحتفظ بمناطق كثيرة في السودان السودان الواسع لكن الحديث عن المقاومة الشعبية وتسليح المواطنين ألا ينتوي على مخاطر حربية الحديث عن المقاومة الشعبية نعم لا نتحدث نحن نتحدث الآن عن هذه الدعوة للمقاومة هي محاولة لرد هذا العدوان للسافر وهي محاولة للدفاع عن النفس والدفاع عن المناطق الذين الآن ينهضون للمطالبة بالتسليح والاستنفار هم رأوا ما حدث في المناطق الأخرى رأوا ما حدث في الجنين من تطهير عرق وإبادة جماعية رأوا ما حدث في الجزيرة من انتهاكات واسعة ومن سرقة للأموال والممتلكات والسيارات والمنازل رأوا ما حدث في الخرطوم فماذا يتطلب منهم ذلك؟ هل يتطلب منهم أن يحنوا رؤوسهم إلى سيوف هذه الميليشيا؟ أم ماذا؟ لا بد أن يكون هناك حتى بالمنطلق الإنسان الطبيعي لا بد أن تكون هناك محاولة أو مساعي للدفاع عن النفس وهذا خيار متاح وإذا نظرنا إلى تجارب كثيرة جدا كانت هناك مشاركة شعبية في الصد هذا العدوان وهذا العدوان لا يختصر على مجموعة سودانية محددة لها أطماع سلطوية هذه مجموعة سودانية صحيح لها أطماع سلطوية ولكنها تستعين على ذلك باستنفار واسع وهذا الاستنفار يقوم على أساس قبلي كما رأينا ضبطنا كتركيز لهذا الاستنفار في ولاية الشمال بالإضافة إلى المجموعات الكبيرة التي تأتي من خارج الحدود فإذا كان العالم يأتي إليك بهذه الطريقة بأن يأتي آلاف المقاتلين الأجراء المرتزغة ليقاتلوا في أرض السودان من أجل السلب والنهب من الطبيعي بالدوافع الإنسانية الطبيعية أن تكون هناك محاولات للتصدي عن ذلك بتضافر الجهود العسكرية والشعبية والمدنية صحيح هناك مخاطر ولكن حينما تقارب وتفاضل ما بين الخيارات لن تجد غير هذا الخيار في مواجهة هذا السيناريو الواسع نعم هذه النقطة هذا السيناريو يعتبره البعض مرعبا هل من تعليق أستاذ عمار حمود على هذا التسليح الشعبي والمقاومة الشعبية وفرة السلاح قد تأخذ السودان إلى تقسيمات أخرى يقول البعض وقد تطلق شرارة حرب أهلية ما قولك؟ حقيقة كل ما ذكر السلام القوة الظلامية كانت دائما ما تلجأ إلى تخويف الناس وإثارة النعراض شهدنا أن بذور مثل هذا الخلاف ادعته الجبهة القومية الإسلامية النواء للمؤتمر الوطني الذي يتحدث الآن بلسان فصيح لكن من يعتدى عليه وعلى المتلكاته وأن هذا بيع وهذا جايك في الكلام مثل هذه الأمور أصبحت شوف من الآخر الدفاع عن النفس حق مشروع ولطالما كان هناك اعتداء من قوات الدعم السريع أو من غيره للمواطنين الحق في الدفاع عن أنفسهم نحن نتحدث عن قضيتين مختلفتين قضية الدفاع عن النفس وقضية أن يكون المواطنون بديل للجيش في مواجهة الدعم السريع أو غيره هذه مسألة خطيرة استبطاء مثل هذا الأمر يعني أنه لا يوجد لازمة لقوات شعب مسلحة وما للشعب يصنع قوات لنفسه كي يسلحها ويصرف عليها وليك يتعمل ماذا إذا كان هو سيدافع عن نفسه وعن القوات نفسها هذا وضع مقلوب ولذلك لا يجب أن يخلط بمبدأ الدفاع عن النفس أو التسليح لحماية النفس هناك انتهاكات من قبل قوات الدعم السريع ويمكن أن تقابلها دفاع من المواطنين عن أعراضهم عن ممتلكاتهم هذا موجود لكن التخويف مثل هذه الأمور وأن السلام سوف يجلب لنا الذل والعار وهذه الأمور خبرناها في نظام المؤتمر الوطني ومن يتحدثون باسمه هذا موضوع يجب أن لا يشغل الناس كثيرا سواء يلتفتوا إلى حقوقهم أن نتوقف هنا لنذهب لفاصل قصير ضيفينا الكريمين مشاهدين العزاء نعود بعد الانستكملة نقاش معكم عن جذور الصراع بين الجيش والدعم السريع وموقع المكون المدني منه نعود بعد قليل أهلا بكم من جديد يحمل مختصون في الشان السوداني معادلة الحكم التي كان يستند إليها نظام البشير المسؤولية عن فشل المرحلة الانتقالية ونشوب الحرب بين الجيش والدعم السريع قبل أن نستكمل النقاش مع ضيفينا نسترجع معكم أبرز المحطات أو محطات تلك المرحلة الحرجة من تاريخ السودان كللت احتجاجات السودانيين التي بدأت في التاسع عشر من ديسمبر 2018 واستمرت لشهور كللت بسقوط نظام عمر البشير في إبريل من العام التالي بعد أسابيع من المفاوضات التي دعمتها الاحتجاجات تم توقيع الوثيقة الدستورية في شهر أغسطس بين قوى إعلان الحرية والتغيير والعسكريين الوثيقة نصت على مرحلة انتقالية يشارك خلالها العسكريون والمدنيون في السلطة هذا الاتفاق تم توسيعه وتمديد اتفاق أو مدته الزمنية عبر اتفاق سلام السوداني المعروف باتفاق جوبا في أكتوبر من العام التالي والذي شمل عددا من الحركات المسلحة لكن ذلك لم يوقف الانقسامات داخل المكون المدني بدءا من انسحاب تجمع المهنيين السودانيين ثم الحزب الشيوعي وصولا إلى توقيع بعض مكونات الحرية والتغيير ما يعرف بالمثاق الوطني قبل أيام من إطاحة العسكريين بالمدنيين في الخامس والعشرين من أكتوبر الإطاحة جاءت بعد شهور من التجاذبات بين الطرفين في ذلك الوقت بدأ صف المكون العسكري الذي ضم الجيش والدعم السريع أكثر تماسكا مقارنة بالمدنيين حتى أنهم تمكنوا من إجهاد محاولة فاشلة للانقلاب قبل سبيع قليلة من إطاقتهم برئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعضاء مجلس السيادة المدنيين تأزم المشهد السياسي السوداني أو تأزم وتزايدت بعد ذلك الضغوط الدولية على العسكريين المسيطرين على السلطة لتبدأ التسريبات عن الخلافات بين الدعم السريع والجيش والتي ظهرت إلى العلن مع توقيع الاتفاق الإطاري الاتفاق الذي تضمن خارطة طريق من أجل العودة إلى المرحلة الانتقالية أصبح تفسيره مساحة للخلاف بين الدعم السريع والجيش وبالتحديد الشق الأمني الذي يعالج مدة وكيفية دمج الدعم السريع في الجيش ورغم الجهود المحلية والدولية المفذولة للوساطة بين الطرفين تم تأجيل توقيع الاتفاق السياسي الذي كان من المفترض أن يتم بداية أبريل الماضي لتندلع الاشتباكات في منتصف الشهر نفسه معلنة بداية فصل جديد من معاناة أهل السودان أعود إلى ضيفين معك أستاذ ديادين بلال أطرح السؤال من اتفاق سلام جوبا إلى مجموعة المثاق الوطني والكتلة الديمقراطية ومطالب توسيعة الوثيقة التأسيسية ومسار ورشة القاهرة البديل عن الاتفاق الإطاري هل لعبت بعض القواء المدنية دورة الواجهة لصالح العسكريين كما يتهمه البعض هل كان الجيش أصلا والمؤتمر الوطني وراء شق صف المكون المدني هذه اتهامات لدى البعض نريدها هكذا نعم اعتقد أن المكون المدني أو ما يسمى بالمكون المدني وهو قوة الحرية والتغيير كان يحمل عوامل فنائه وتناوضه في ذاته ليس في حاجة إلى طرف آخر إذا كان معادي أو مخاصم بأن يعبث بإعدادات هذه التحالفات هذه التحالفات حشة وتحالفات ضعيفة تقوم على المصلحة المباشرة وسرعان ما تلوح حينما يلوح أفق الوصول إلى السلطة تنقسم هذه التكوينات وهذا موجود في الإرسل السياسة السودانية فلا اعتقد أن العامل الآخر ولا اعتقد بنظرية المؤامرة صحيح هناك استفزازات كما قلت لك قبل قليل لأن هذا المكون يفتقد إلى الحكمة السياسية ويفتقد إلى الرؤى ويفتقد إلى المشروع واعتقد أن أداءه في الفترة الانتقالية تسبب في هذه النزاعات وفي تقوية الدعم السريح صحيح النظام السابق هو الذي أوجد الدعم السريح لمعادلات عسكرية وصحيح أن الرئيس مجلس السيادة البرهان لعب دورا في تقوية الدعم السريح عسكريا ولكن هذه القوى السياسية هي منحته البعد السياسي وحاولت أن تزج به في العملية السياسية وطورت هذه العلاقة لأن تصبح أقرب لأن تكون علاقة تحالفية ما بين مكون مدني ومكون عسكري باحتبار أن الدعم السريح تبحث عن قناع مدني لمخاطبة العالم ومخاطبة الداخل فبالتالي ليست ما حدث من استفاف وما حدث في جوبا كان جزء من تداعيات الصراع ليست كان هناك مزعى لإحلال السلامة ولكن كان هناك طرف يريد بإجراء هذا الاتفاق أن يستميل هذه القوى العسكرية لجانبه ووضح ذلك مكلة المؤشرات عديدة ولذلك يمكن اتهاء الدعم السريح حتى الدعم السريح اعتبر الخامسة وعشرين من أكتوبر انقلابا حينها وكان ضده هذا جزء من التجازبات لم يكن ضده وكان الفاعل الأساسي في ذلك التغيير الذي تم لأن الصيغة التي كانت قائمة لم تكن قابلة لاستمرار نتيجة لخال المركزي متعلق في غياب صغافة القانون وقياب المحكمة الدستورية وكثير من الأخطاء التي وقعت فيها تلك القوة وأنا استشهد مرة أخرى بما قاله البروفيسور عبدالله علي إبراهيم أن الأداء البائس والضعيف لقوة المدنية في الفترة الانتقالية هو الذي أدى إلى إشعال هذه الحرب لو كانت هذه القوة بقامة التحدي ألم يكن أداء الجيش وقيادتي أيضا لأن هذه القوة السياسية كانت تمتلك زخم وتأييد شعبي واسع ولكنها انقطع عن هذا الدعم وأصبحت مجموعة سلطوية تحلق عاليا باحثة على كلهم مدنيون يشتغلون بالسياسة وهم طلاب سلطة لا يخفون ذلك أما أن يشتغل الجيش بالسياسة ويطلب السلطة هذا موضوع آخر أيضا لا لا دخول الجيش أستاذ نعم الدخول الجيش في السياسة قديم في السياسة السودانية صحيح لكن لم يجلب بلا الوبار بالسودان ببعض الأحزاب التي كانت قوية نتعد من تجربة هذه نعم هو لأن التعقيدات طبيعة التعقيدات لأنه هو تمدد نفوذ الجيش أو العسكر في العملية السياسية نتيجة لقصور أداء المكونات الحزبية بل أخبرك بشيء غريب غد يكون لا يرد لديك من الإعداد لهذه الحلقة وهو أن معظم الإنقلابات ومعظم التدخلات العسكرية في أشياء السياسي تمت من قبل الأحزاب السياسية كل الإنقلابات أحزاب تحرق كيادات العسكرية لم يكن مالك إنقلابا نعم حدث هذا في 8 وقنصين حينما لعب حزب الأمة دور في ذلك حدث ذلك في 69 حينما تحرك التحارف والغومين العرب والشوعين حدث ذلك لدى الإسلاميين في 89 وكذلك والآن الدعم للأسف والترابي الذي كان يحركه الآن تريد أن تعيد إنتاج نعم الترابي كذلك والآن قوة الحرية والتغيير تريد أن تتحرك أن تستخدم ميليشيا الدعم السريع كرافع سياسية للوصول إلى السلطة أو أن تتحرك تحت ظل سيفها وبندقيتها أشكرك دعنا وخصص نفس الوقت تقريبا لضيفنا في الجهة المقابلة أستاذ عمار حمودة تمتعت مجموعة المجلس العسكري بشرعية دولية لم تحظى بها مكونات أخرى هل مارست المجموعة نوعا من الإقصاء بحق طيارات أخرى ودفعتها للبحث عن توفقات مع العسكريين مثلا هل كان ينبغي القبول بمطالب توسعة الاتفاق السياسية بأكثر دقة بسم الله كلام كثير لكن أحاول أن اختصره في نقاط بسيطة شرعية الثورة مستمدة من الجمهور وحكومة الثورة لم تصغط من الجمهور كانت لديها إذا كان أصلا الجماهير غير راضية عن حكومة الثورة الأولى أو الثانية لأسقطتها في لحظتها ولذلك الحديث بمثل هذه الطريقة التبريرية للإنقلابات العسكرية وأن المدنيين لا يتفقون وأنهم ضعاف هذه كلها مبررات من الذين يعني ران على قلوبهم حب البوت وأن يكونوا بهذه الذلة ليس من المطلوب أن نبرر الجرائم حينما نقول إنقلاب أو قيام حرب معنى هذا أن هناك جرائم وأن هناك انتهاكات يخيط إذا ما قادر تقول الحاجة دي غلط ما تبرر التبرر هذا يعني بيضاع الشخص في مكان أخلاقي قبيح جدا ولكن أنا مفروضاته يعني ما استغربوا على كل حال الفاعل الأساسي في الفترة الانتقالية مدنيين وعسكريين بنيت الاتفاقية هذه على شراكة مدنية عسكرية بإفتراض أن الجسمين صليبين وسيستمران إلى نهاية الفترة الانتقالية خلافات المدنيين مغدور عليها ولا يمكن أن تنتج انقلابات أو حروب ولكن رأينا الخلافات داخل المكون العسكري نعم التي هي الآن نحن في حرب هذا واحد من نتائجة فكونه يعني الفترة الانتقالية ما دامت على ثورة شعبية الفترة الانتقالية مفهومة الناس اللي كانوا بيقوموا وكانوا مكفولة وكانوا بيقوموا بختافات ضدها هم أعداها تقليدين وكانت متحرين وبرضو ما عملت حاجة هل توقفنا هنا عدرا لدينا فاصل آخر لابد أن نذهب إلى فاصل أشكر ضيفين التمس منهم البقاء سنتناول بعد الفاصل مسارات انهاء الحرب في السودان نعود بعد خليل أهلا بكم إلى الجزء الأخير من مع وضد ونقرأ في مقال من صحيفة الشرق العوسط للمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوت بعنوان هل يستطيع السودان الصمود من متن المقال نقرأ عليكم على الرغم المكاسب التي حققتها قوات الدعم السريع على الأرض مؤخرا يبدو أن القتال يتجه إلى طريق مسدود هو الآخر هل يمكن لأي من القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع هزيمة الآخر ففي الوقت الذي قد يعتقد فيه القائدان ذلك يشير تاريخ السودان إلى خلافه لقد أسفرت 38 عاما من الحرب الأهلية السابقة عن انقسام البلاد لا عن نصر عسكري حتى ينتهي القتال وتنتهي حالة الانقسام الموجودة حاليا على أرض الواقع من الضروري تقديم كل الأطراف لتنازلات تتعلق بمصالحهم والتوصل إلى تسوية مرضية من أين يمكن البدء على الأرجح ليس مع القائدين السودانيين الذين لا يزالان يسعيان وراء نصر عسكري ولا يقدمان أي مسار مقبول للسلام ويختتم المبعوث الأمريكي مقاله بقوله يعتمد بقاء السودان وصموده على إنهاء القتال ويتطلب ذلك ديبلوماسية بارعة من جانب طرف موثوق به ليس لديه أي مصالح من أجل التوصل إلى تنازلات ومواءمات فيما يتعلق بمصالح سودانية وخارجية سيد عمار حمود إليك السؤال الموالي كيف ترى ما ترح أو ما ترح عبوث في مقاله هذا ومن في تقديرك يكون الطرف الذي يستطيع أن يؤسس لهذا السلام بداية الكلمة المفتاحية هي كلمة الصمود الشعب السوداني له من المقاومات والتجارب ما يجعله مؤهلا لهذا الصمود فقط هذه التجربة الآن هي من أصعب التجارب وأحلكها باعتبار أنها عمت مناطق كثيرة وتأثر بها أناس كثر وكانت في حجمها أكبر بكبير من غيرها لكن يجب أن نذكر بحقيقة أساسية أنه في طيلة الصراع العسكري بالسودان لا كان في نصر عسكري حاسم من قبل الذين تمردوا على الجيش السوداني ولا كان في نصر عسكري حاسم من الجيش السوداني على من تمردوا عليه من حملت القضايا السياسية انقسم السودان ولم يتصر أحد عليه فإن دخول السلاح نهائي ولا حتى السابق والأقل في الأطراف وفي غيرها مهما كان لم يكن هناك نصر عسكري لأي من الأطراف عليه فإن ما يحملنا على أننا يجب أن نذهب إلى السلام هو مثل هذه الخلاصات التي يعلمنا لها التاريخ في أنفسنا فلنعتبر منها ولذلك الذين يسعون إلى معسكر السلام بإذن الله هم بالغين محطتهم وبأهل الصمود الأرض يرسها الصالحون من العباد بإذن الله الذين يؤمنون بالسلام الحرب مهما طالت فإنها ستأتي إلى آخر وعلينا أن نتدارك أنفسنا بأن نقلل الآثار النفسية والكلفة البشرية والمادية وغيرها من الكلف التي لا حوجت لها لأننا في نهاية في هذه القرض مع بعض نحن سودانيون ولا نستطيع أن ننفي السودانية عن غيرنا نعم دعني أذهب لأستاذ ديادين في الجهة المقابلة أستاذ بيلال تعقدت علاقات قيادات الجيش بلاعبين دوليين مهمين بعد الخامس والعشرين من أكتوبر ألم يحن وقت إظهار المرونة مع واشنطن والبعتاد الأممية والأوروبية لإخراج السودان من الأزمة وإنهاء الحرب يلوم بعض الجيش على هذا التعنت وقيادته خاصة لا أعتقد أن هناك تعنت بضم الواضح أن هناك التساهل كان من قبل الجيش حينما قبل بوجود ضعفة أممية أسحمت إسهام كبير في تعقيد الأوضاع في السودان وكان يجب أن تلعب دور في الانتقال دور إيجابي ودور سياسي ودور تنموي وغير ذلك ولكن هذه البعثر الأسفل الشديد لعبت الدور الأساسي حينما دعمت الاتفاق الإطاري الذي أشعل التناوضات ما بين المكونات العسكرية وأدى إلى هذه الحرب فبالتالي هذه المجهودات التي تقوم بها بعض الأطراف الدولية ليست مجهودات خيرية الهدف منها تقديم العون فقط ولكنها تأتي مصحوبة بالأجندة السياسية والعالم كله يشاهد أن دولة السودان تتعرض إلى غزو ليس هناك تمرد تبسيطي أليست هي فكرة المؤامرة تستبدت بنا وهي سهلة لتحليل الظواهر المعقدة ماذا يريد المجتمع الدولي من السودان يريد النكاية والشماتة بالسودان وتقسيمها تمت أسباب موضوعية داخلية لا نضغي كل شيء على الخارج والمجتمع الدولي نعم لا نبسط لا نحن لا نبسط ولكن حينما يقف المجتمع الدولي ويرى كل هذه الانتهاكات التي تمانت عقل الشعب السوداني حينما يقف المجتمع الدولي على الحياد وهو يرى السودانيون يهجرون من منازلهم وهم يتعرضون لأكبر عملية غزو من غبا المرتزغة في العالم هذه حرب تختلف عن طبيعة الحروب السابقة الحروب كانت تقوم بين مكونات سودانية صحيح بعض التدخلات الدولية تكون هنا ورناك ولكن هذه الحرب حرب مختلفة تماما وهي أن يتم استنفار استنفار عشرات الآلاف من دول أخرى حتى من دولة جنوب السودان حتى من دولة جنوب السودان هناك فصائل عسكرية تشارك وهذه هي حقائق وليس هناك ركون إلى نظرية المؤامرة المطلقة وهي نظرية في بعض الجوانبها جوانب نفسية ولكن هناك معطيات وهناك حقائق يجب أن لا نتجاوزها ويجب أن لا نتعامل عنها بأن هناك مؤامرة كبرى على السودان على منتلكاته وعلى جغرافيته تضحت فكرتك أشكرك أمضي إليك سيد حمودة لوح حمدتي بإنشاء سلطة موازية إذا أعلن الجيش حكومة حرب في شرق البلاد كيف تقف قوى الحرية وتغيير من ذلك الخيار الذي لا يبدو بعيدا في ظل تعثر المفاوضات حينما بدأ هذا الكلام بداية في لحظتها أو في عشيتها أصدرت قوى الحرية والتغيير بيان فصلت فيه أن الدعوات إلى إنشاء حكومات مناطقية يعني الدخول إلى مرحلة جديدة من الحرب مرفوضة وتكرس لإنقسام بغيض جديد هو إلى زوال ولكنه سيجعل الكلفة للعودة إلى المسارة الطبيعي كبيرة جدا في جانبها البشري وجانبها المادي عليه فإن هذه الفكرة فكرة يجب أن تحارب منذ لحظتها الأولى باعتبارها مثلها مثل أفكار التجييش والتسليح لتكون المواطنون بديلا عن قواتهم التي يجب أن تحتكر العنف وغيره كما تحدثت أنا أتحدث عن التسليح بغرض أن يكون بديل وليس بغرض الدفاع عن النفس الدفاع عن النفس مكفول بالشرائع السماوية وبالقوانيات الوضعية وبكل شيء الحديث عن أن جزء من السودانيين هم ليسوا بسودانيين هذا من الأحاديث التي تؤجد نار الفكرة لدي سؤال أخير أستاذ بلال رغم رفض الجيش المفاوضات المباشرة مع الدعم السريع إلا أننا نجده حاضرا على مستوى دول الجوار وحتى المبادرات الإقليمية والدولية هناك من يقول أن الدعم السريع بدأت تتقدم دبلوماسيته في المنطقة والإقليم ما قوله؟ نعم يجد المليك الدعم السريع تجد إسنادة من بعض الأطراف الدولية المؤثرة والأطراف الإقليمية الراغبة في السيطرة على إمكانيات السودان أما الحديث الذي قاله المتحدث الآخر بأن مشاركة الأجانب في هذه الحرب أعتقد أنه هو محاولة إنحيازية معروفة وهذه المجموعة التي يمثلها المتحدث الآخر هي مجموعة منذ اليوم الأول هي مصطفى ومنسقة مع هذه المليشية وتمثل الجناح السياسي لأن هذه المليشية تبحث عنها وهذه المجموعة المدنية توفق لها هذا القناع أن نتوقف هنا عدراً للمقاطعة في ختام حلقة اليوم لا بد أن أشكر ضيفينا من الدوحة الكاتب والمحلل السياسي ضياء الدين بلال أشكر أيضاً من لندن القيادة في تجمع الاتحادي عمار حمودة شكراً لكم كل الشكر يذهب لكم مشاهدينا ذوماً إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر